السلام عليكم و الله تعالى و الله تعالى مثلا مثلا لو ناخد بمثال بيس 13 بيس 2013 عمرك سألت مثلا الكمبيوتر الزغير ده او الشاشة الزغيرة دي مثلا لو انت بتستعمل لابتوب ازاي كأنك انت مثلا لما انت بتلعب البيس 13 دي انت بتشوف اللعبك كأنك بص من كاميرا كأنك بص من يعني صورة كده من فوق اللعبك انت مشايف اي حاجة تدل ان دي الشاشة اللي دي صغيرة هو ده جرافيك ديزاين هو ما يسمى بال3D ديزاين ده نعمل جرافيك ديزاين ان شاء الله نتتراكه في الحلقه دي اولا كده خليني بتدي مسائل جرافيك ديزاين الجرافيك بيكاو من ايه؟ بيكاو من حاجتين 2D design و 3D design في حاجات تانية زي 4D design و 5D design بس احنا نشوفها ان شاء الله فحلقات تانية مش دلوقتي يعني عشان نمود دل فيديو وكده ان شاء الله نشرح في الـ 2D design و 3D design بيستخدموه في ايه؟ وإيه هي البرامج اللي بتشغلهم وإيه هي أفضل مصادر لتعلمهم كلا كده نبتدي مع 2D Designer 2D Designer هو المصمم Graphic 2D هو مصمم تصميم تصميمات صناعيات الأبعاد طول وعرض بس مثلا زي ما تشافين نسطورة دي لقدامكم دي 2D Design و 3D Design دي مكرنة بينهم كده العشمال دي 2D Design و 3D Design مصممين صناعي الأبعاد دول بيشتغلوا في إيه أو هي المعنى المتوفرة لهم تصميم الإعلانات، تصميم أغلفة الكتب، تصميم أغلفة المجلات والصحف دي 3 حاجات في حاجات تانية كتير تصميم الصور 2D برضو وأحيانا في تصميم Graphic العلعاب البسيطة مثل Super Mario أو لعبة الصعبان زي مثلا الصورتين اللي قدام حضراتكم دي العشمال دي مثلا لعبة الصعبان زي مثلا الصورتين اللي قدام حضراتكم دي دي Graphic 2 Design إيه هي البرامج للتصميم 2D Design قدامك برامج كتير، أولهم الفوتوشوب الفوتوشوب ده سواءً تي 2D Design أو 3D Design أو 4D Design أو 5D Design أي نوع ديزاين لازم الفوتوشوب ده تعلمه عشان تبقى حاجة من اللي هو الديزاين دي الفوتوشوب بيستخدم في إيه؟ بيستخدم في تعديل على الصور باحترافية يعني مثلا أنت عن شاءات الشخصية مثلا عايز تتعديل مثلا تشيل صورة تحط صورتك كده ما كانت الصورة تزبط شوية تشوية حاجات فيها فانت تقدر تستخدم بفوتوشوب فيه برنامج تاني اسمه الاندزاين البرنامج ده بيستخدم في أنشاء أغلافة المجلات والجراد والصحف أي مجلة أو أي جردان أنت بتشوفه ده الغلاف بتاعه معمول ببرنامج إن ديزاين معانا برنامج تاريت ده اسمه إلوستريتور أو إليوستريتور ده بتعمل بير رسوله متحركة بس وأشخاص أو أي حاجة زي مثلا طيارات مثلا نخلي بالك تودي ديزاين تودي بتودي مثلا هي بنايات أمارات كده أهم مصادر للتعلم فيه قناة حلوة جدا اسمها مصطفى مقرم القناة دي تعتبر ما أرجع ليك لو أنت مصمم جرافيك قناة علمية خاصة بالجرافيك وتصور الفوتوغرافي يعني القناة الشاملة إن شاء الله هتتعلم من حاجات كتير جدا هتلاقي رابط تحت في الوصف في القناة دي قد نلاقي برضو فوتوشوب إلسطريتور وإندزاين هتلاقي كورسات فوتوشوب إلسطريتور وإندزاين نيجي بقى لسري دي ديزاينر السري ديزاينر هو مصمم رسوم سري دي زي ما تشافينا دمك وده تصميم بسري دي مصميم سوليس العبعاد دول بيصمموا تصميمات بتاعتهم طول وعرض وارتفاع عمزة الهرم كده زي التصميمات اللي قدام حضرتكم دي كده دي تصميمات بسري دي وبتكون أكتر واقعية ومرونة بعكس الطو دي الطو دي بتحسلناها بواجهة واحدة بس أو من الجامب أو ما فيش من وراء أو من قدام لا هي بنجام بكده لكن سري دي زي ممكن تشوف من مجسعة من أي حتى أنت عايزة مصممين سري دول بيشتغلوا في إيه؟ طبعا تصميم الرسوم المتحركة عالية الدكة تصميم جرافيك العلاقة بسري دي تصميم لجهات عالية الدكة زي اللجهات بتاعت القنوات المشهورة دي أو مثلا لجهات الشركات المعروفة برامج تصميم سري دي إيه البرامج اللي بتصمم تصميمات سري دي؟ عندك برنامج اسمه ده بيستخدم لرسم الموديلات سواء شخصيات أو مركبات أو مثلا طيارات مثلا عربيات كده بيرسمها بدكة عالية جدا برنامج تاني اسمه Adobe Dimension ده بيستخدم لرسم الدكور سري دي إزاي؟ مثلا لابتوب مثلا كوباية سري دي مثلا مثلا كوباية طبق يعني الدكور بشكل عام Adobe Dimension بيصممه عندك برنامج تاني ده سري دي ستوديو ماكس ده بيستخدم برضو رسم تصميمات سري دي برضو شبه بمية شوية برنامج تاني اسمه Marvelous Design ده بيستخدم لتصميم الأزياء والملابس سري دي يعني مثلا لو انت صميمت شخصية مثلا في مايا سري دي مثلا عاست بعمل لها ملابس أو مثلا تجملها كده تعمل لها مثلا شعارة أو حاجة زي كده يعني تجمل التصميم بتاعك عندك برنامج Marvelous Design ده كويس جدا ملاحظات هام هنقولها جدا شوية مع بعض عن تصميمين 2D Design و 3D Design دي برضو ملحوظة قلناها اللي انت لازم تعلمه في Photoshop لانك مثلا بعد ما تصمم 3D Design مثلا مثلا احنا نقول في 3D Design ديزاينر مثلا هتصممت التصميم بتاعك خلاص هتحتاج تعدل عليك في Photoshop مثلا لو انت بتصمم مثلا شغلك مثلا عايز تصمم مطلوب منك مثلا تصمم مثلا اعلان 3D مثلا هتعمل مثلا ترابيزة لابتوب وكده مثلا وتطلع كلمت كده مرحبا مثلا في شركة كذا طبعا تحتاج تعلم الفوتشوب لانك هتحتاج تعدل على حاجات دي كتير انه من غير السريق من غير الفوتشوب هتطلع رديئة شوية ما نوعا ما او غير احترافية ميديا ديزاين ده احد انواع 3D Design لكنه يزيد عنه بتعلم برامج المنتاج نوعه برضه من انواع 3D Design او 2D Design بشكل عام ده بستفق الميديا ديزاين ده هو المختصص مثلا في عمل افلام الكارتونية مثلا افلام الكارتون اللي حبنشوفها دي مثلا سواء 2D او 3D دي عبارة بتكون عن صور كتير وبتجرى ورا بعض برامج المنتاج بتقدر تعمل كده باحترافية جدا لو انت ميديا ديزاينر حاول استخدام برامج لشركة واحدة مثل ادوي ملحوظة يعني مهمة جدا 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 انك تحاول تستخدم برامج لشركة واحدة ليه مثلا بنتنامج ادوي ديمينشن وفوتشوب من شركة قعدة للاقي ادوي مثلا انت عايز تستخدم مثلا مايا 3D مع مثلا الفوتشوب ماشي مش هقولك لا بس ادوي ديمينشن هتلاقي مثلا ايه هتلاقي متوفق جدا مع فوتشوب بعكس مايا 3D ممكن تلاقي حاجات في مايا 3D فوتشوب مش بيبعمها مش هيقدر فبالتالي مش هيقدر يعدل عليها لكن ادوي طبعا مش بالغباء اللي هتعمل لك برنامج مش متوفق مع البرامج القبل كده اللي هتطالك فمن احسن لك ان انت تستخدم ادوي برامج مثلا ادوي او برامج لشركة واحدة عشان تتفادل اغطاء اللي هتحصل في التصمات بتاعتك في تقنيات كتير مثل الفور دي برضو لكن يجب اولا انت تعلم تقنيات 3D و 2D مثلا عشان ايه ان الفور دي بيحتاج ان انت تعلم 3D عشان في حاجات كتير اوي في الفور دي تشابه 3D برضو يكون هنا ان شاء الله خلص الفيديو بتاعنا ونلقوكم درس اخر ان شاء الله متنساش تعمل لايك لفيديو لك ان يستهل سبسكراف كنا عشان يصلى كل جديد اه ياريت الكرم حضرتك بمتابعاتنا من على القناة انك لو دست على زر الاشعارات ده لو اي فيديو نزلناه يوصل لك اه مع تحيات قناة بروفصوت والسلام عليكم احتلاله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة